تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة من سمو الفريق أول روكن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان الخليفة رئيس الحرس الوطنية رفع فيها إلى المقام السام لحضرة صاحب الجلال الملك المعظم أسمائيات التهاني والتبريكات بمناسبة تحقيق مملكة البحرين لأربع ميداليات مع ختام دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ وأعرب سمو رئيس الحرس الوطني في البرقية عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز العالمي الكبير الذي يضاف إلى سجل مملكة البحرين في المجال الرياضي والذي يعكس دعم جلالته اللامحدود المستمر للمسيرة الرياضية في المملكة مشيدا بالجهود المتميزة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك المعظم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وبجهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والتي كان لها الدور البارز في دعم وتطوير القطاع الرياضي ورفع اسم وعالم مملكة البحرين عاليا في المحافل الرياضية العالمية